قبل أن نسرد ونخوض في تفاصيل هذا أهم هذه القضايا دعونا نتوقف عند حادثة مهمة حدثة اليوم في محافظة السويس اليوم تحديداً اللي حصل في محافظة السويس بعد صلاة الجمعة بعض من عناصر الإخوان الإرهابية بعض من هذه العناصر استغلوا خروج المصلين من أحد الجوامع وصوروا الأمر على أنه مظاهرة صوروا الأمر على أنه كل الخارجين من المسجد بيشاركوا في هذه المظاهرة الحقيقة اللي حصل النهاردة في السويس هي أن بعض هؤلاء الأفراد بعض عناصر الإخوان الإرهابية ما يزيدوش عن خمسة أفراد يعني هما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أفراد حاولوا تصويروا الموضوع وزعموا أنها مظاهرة خرجت ضد الدولة وضد مؤسسات الدولة لكن اللي حدث تحديداً وإحنا ما عندناش أي حاجة ممكن نخبيها اللي حدث تحديداً النهاردة أمام أحد الجوامع في محافظة السويس أن بعض عناصر الإخوان حولوا تصوير وزعموا أنها مظاهرة خرجت ضد مؤسسات الدولة وضد الدولة المصرية لكن بعد أن لما انفضل المصلين من أمام الجامع انسحبوا من أمام الجامع وعادوا لبيوتهم مرة أخرى اللي احنا شايفينه ده جزء من اللي هما بيزعموا أنها مظاهرة أو هو في الحقيقة اللي حصل أنه خروج المصلين من أحد المساجد في محافظة السويس زي ما احنا شايفين المصلين وقفين بيتفرجوا بيشوفوا اللي بيحصل ثلاثة أو أربعة أفراد من عناصر الإخوان حبوا يشوشوا أو حبوا يرفعوا لفتات معينة أو عبارات معينة أو شعارات معينة لكن الناس ما استجابوش طبعاً لمقام به أو ما قامت به هذه العناصر وبالتالي انسحب الجميع من محيط هذا المسجد لو تفتكروا من سنة تحديداً في شهر سبتمبر من العام الماضي جماعة الإخوان والجزيرة وقناوات الإخوان حاولوا برضو تصوير الأمر في مظاهرات حاشدة في كافة ربوء مصر ومحافظات مصر لكن احنا كنا معاكم برضو في الوقت ده من السنة اللي فاتت وقلنا لكم وأعرضنا بالصوت والصورة كل اللي حصل في كل المحافظات كانت كاميراتنا موجودة في كل المحافظات وإحنا ما عدلاش أي حاجة نخبيها كل أي حاجة بتحصل في الشارع هنرصدها لحضراتكم وهنقول لكم اللي حصل بالزبط عايزين بس نأكد على اللي حصل النهاردة في محافظة السويس وأمام أحد الجوامع في المحافظة أن 3 أو 4 بكتير 5 أفراد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا أن هم يرفعوا شعارات معينة حاولوا أن هم يروجوا اللي بيحصل ده مظاهرة ضد الدولة وضد الحكومة لكن المصليين بعد اخرجهم من الجامع انسحبوا بشكل مباشر من أمام الجامع وبالتالي انسحب برضو العناصر الإرهابية اللي كانت بتحاول تصوير الأمر على أنه مظاهرة ده طبعا جزء من تلفيق جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر الإخوان ووسائل الإعلام المنتمية طبعا لجماعة الإخوان واللي موجودة في قطر وفي الدوحة وغيرها من الدول وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بيحاولوا تصوير الموضوع بيحاولوا تصوير أي تجمعات على أنها مظاهرات ضد الدولة وضد الحكومة في نفس الوقت ده من العام الماضي زي ما قلت لحضراتكم استغلوا أيضا خروج ساعتها كان فيه تقريبا مطش الأهل والزمالك واستغلوا خروج جماهير الأهلي والزمالك من الأستاذ ومن المقاهي والكافيهات وصوروا الأمر أنه هو مظاهر احنا اعتدنا طوال سبع سنوات على هذا الادعاء الكاذب على هذه الإشاعات على هذا الكاذب الواضح والبين في الحقيقة لجماعة الإخوان الإرهابية واللي بيقوم وبيتورعوش في القيام به وفي تكرار هذا الوضع المستمر دايما مش بس في المظاهرات مش بس في خروج المصليين مش بس استغلال للتجمعات في الأهاوية أو في الكافيهات أو في المطشاط المختلفة لكن حتى في المشروعات للدولة بتنفزها حتى في القوانين اللي هي صحيحة للدولة بتتبنها في الأونة الأخيرة دايما بيستغلوا تطبيق هذا القانون دايما بيستغلوا تنفيذ هذه المشروعات في محاولة استفزاز الناس ضد الحكومة وضد مؤسسات الدولة لكن الشعب في الأونة الأخيرة طوال سنوات مضت أصبح يعي هذه المخططات هذه الأكاديب هذه الفبركات من قبل الجزيرة والقنوات الإرهابية والكتائب الإلكترونية تابعة لجماعة الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي هعيد وأكد على حضراتكم أن احنا ما عندناش أي حاجة نخبيها كل حاجة بتحصل في الشارع في كل المحافظات احنا عندنا مرسلين في كل المحافظات أي حاجة بتحصل في الشارع في وقتها هنقلها لحضراتكم ونقول لكم بالزبط إيه اللي حصل مرة أخيرة أعيد وأكرر أن في محافظة السويس أمام أحد الجوامع استغلال لخروج المصلين بكثافة من أحد الجوامع بعد الصلاة الجمعة بعض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية خمس أشخاص على الأكثر حاولوا أنهم يصوروا الأمر لأنه مظاهرة لكن عندما يعني ملقوش استجابة من قبل المصلين من قبل المواطنين نسحب الجميع من أمام هذا المسجد وإحنا طوال الأيام القادمة هنرصد أي حاجة تحصل في الشارع سواء من دعوات تخريبية لجماعة الإخوان أو زي ما عودنا الشعب المصري المجتمع المصري أنه هو بيرفض الدعوات التخريبية ودعوات التظاهر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية